مارك إسبر يحط رحاله بالجزائر في ثاني محطة ضمن جولته المغاربية زيارة هي الأولى من نوعها منذ خمس عشرة سنة حيث كان دونالد رامسفيلد آخر وزير دفاع أمريكي يزور الجزائر عام 2006 إن الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر بلدان صديقان وأمل أن تساعد زيارة اليوم ولقاء مع رئيس الجزائر واجتماعات مع القيادة العسكرية على تعزيز تعاون المصالح والتاريخ المشترك وضع إسبر إكليلا من الورود بمقام الشهيد ترحما على أرواح شهداء ثورة نوفمبر ضد المستعمر الفرنسي وتوجه بعدها إلى وزارة الدفاع ثم الرئاسة وهناك حظي باستقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إضافة إلى رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنغريحة المساعدات الأمريكية التقنية وربما الجانب الاستخباراتي قد يقلل كثيرا من الضغط على الجزائر ويجعلها توفر أموال كثيرة تخصيصها للتنمية بدلا من الإنفاق العسكري ونقش رئيس البنتاجون مع القيادات الجزائرية مختلف التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل ومالي وتطورات الأزمة الليبية حيث أعرب عن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية في تعميق التعاون العسكري والأمني مع الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب وهو التقارب الذي يعد سلاحا ذو حدين حسب خبراء أمنيين يراد توظيف أو إقحام الجيش الجزائري في إطار ما يسمى بعمليات السلام في منطقة الساحل والصحراء في إطار القبعات الزرق في إطار حفظ السلام وفرض عملية السلام في جميع بوأر التوتر فيما يخص إفريقيا ككل وتحولت الجزائر إلى محج للقادة العسكريين فزيارة إسبر هي ثالثة من نوعها في ظرف أسبوع واحد بعد قائد القوات الأمريكية الإفريقية ومدير التعاون العسكري والتقني في وزارة الدفاع الروسية زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى الجزائر تدشن مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب في القارة السمراء كريم قندولي قناة الغد الجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر